السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازي استشاري جهاز هضم وكبد وحميات أتشارب بوجود معكم اليوم سنتحدث عن موضوع حماية البشرة من الشمس والحر الشمس تأثر جداً على البشرة نحب أن نلفت من نظر أن نحن في شهر يوليو وأغسطس يجب أن نأخذ بالنا من هذا الموضوع أولاً بالنسبة للشمس، قبل أن تنزل الشارع يجب أن نقوم بعمل حماية للجلد أولاً نبقى لابسين ملابس قطنية الملابس تكون واسعة قليلاً ومغطية أكبر قدر من الجلد النقطة الثانية يجب أن نبقى لابسين قبعة هذه القبعة أساساً تبقى كبيرة قليلاً أو مسكين في إيدينا الشمسية بحيث أن نحمي البشرة والجلد من أشعة الشمس المباشرة لأننا كما نعرف أن أشعة الشمس تبقى فيها أشعة فوق بنفسجية تشكل حوالي 8% من أشعة الشمس وهذه ضرّة بالجلد وممكن أن تؤدي إلى ظهور بقع في الجلد أو ممكن أن تؤدي إلى شيخوغة في الجلد لأنها تدمر الألياف التي نسميها ألياف الكولاجين وهذه الألياف التي تساعد على نظارة وجمال وليونة البشرة لو نحن تتعرض لأشعة الشمس وخصوصاً الأشعة فوق البنفسجية هذه تدمرها وبالتالي يحدث نوع من أنواع شيخوغة في الجلد سنهتم بأن نحن نلبس قبعة تكون كبيرة قليلاً أو نمسك في أدنا الشمسية ونلبس كما اتفقنا ملابس قطنية فتحة على أساس أن هذه الملابس القطنية الفتحة تعكس الحرارة نقطة أخرى أن نحن يفضل أن نحن نلبس نظارات شمسية غمقة بحيث أن نحمي عيننا من أشعة الشمس نبقى فاهمين أن أشعة الشمس تؤدي إلى مية بيضة ومية البيضة معناها عتامة في العدسة مهم جداً أن نشرب مية كفاية ونحاول بقدر الإمكان أن نأكل أكل مغزي يكون غني بالفيتامينات والمعادن كل هذه الأشياء مهمة جداً جداً لكي نحافظ على نظارة وجمال البشرة نبقى فاهمين أيضاً أن أخطر فترة التي هي الفترة ما بين الساعة عشر صباحاً وثلاثة ظهراً فترة الشمس فيها تبقى خطر لأن أشعة الشمس التي هي فيها أشعة فوق بنفسجية تشكل خطورة كما اتفقنا تعمل بقع في الجلب وتعمل تدمير للألياف التي هي الكولاجين وممكن تؤدي إلى أورام سرطانية طبعاً مهم جداً أننا نبقى فاهمين أن لو سنذهب إلى شاطئ أو سننزل البحر أو حمام سباحة يجب أن نستخدم واقيات من الشمس السن بلوك ويجب أن يكون السن بلوك أعلى من خمستاشر في أنواع منه وموجود المتوفر في الوقت الحالي الذي هو صناعات وطنية ورخيصة الثمن وذات أداء عالي يجب أن نختار السن بروتيكشن فاكتور الذي هو أعلى من خمستاشر هو طبعاً من خمستاشر لغاية خمسين بلس ممتاز ويؤدي إلى نتائج ممتازة وكلما عالي العامل الحماية يكون أفضل بالنسبة لدينا ناس عندها حساسية من الشمس ويأخذ أدوية هذه الأدوية ممكن تؤدي إلى حساسية الشمس مثل المضادات الحيوية التي فيها مادة السيبروفلوكساسين أيضاً الناس التي هي بشرتها فتحاً هم عندهم شؤر هم عندهم ألبينيزم أو الناس الذين يريدون زيادة عن اللزوم أو الناس الذين يريدون جلدهم حساس أو المسنين أو الأطفال كل هذه الأدوية يجب أن نأخذ بالنا منهم جيداً خصوصاً في الجو الحار وقشات الشمس ونجعلنا من الجفاف لأن شرب المياه الكثير يحمينا من الجفاف مهم جداً جداً أن نعوض العرق الكثير بشرب المياه الكثير ونجعلنا من الجفاف لأننا في بداية الجفاف يجب أن نحافظ على أن نشرب المياه كثيراً لكي نحافظ على أن لا ندخل في مرحلة الجفاف هذا الجفاف يأثر على كل أنسكة الجسم ونحن يتعرض أيضاً لضربة الشمس من كتر التعرض للشمس نحن نحاول بقدر الإمكان أن نبتعد عن الشمس المباشرة نحن نحاول بقدر الإمكان أن نعرض نفسنا لأشعة الشمس أو للحر الشديد بقدر الإمكان أن نستخدم واقيات الشمس كما قلت نحاول أن نستخدم واقيات الشمس قبلها بنص ساعة على أساس أنها تجلب مفعول ونحاول بقدر الإمكان أن نحاول بقدر الإمكان أن هذه الواقيات الشمس تكون بكمية كافية لأن طبعاً لو أقل من 75 ملي جرام لكل سنتي ستكون ليس كافية يجب على الأقل 2 ملي جرام لكل سنتي ونحاول أن نجدد كل ساعة هذا الكريم أو هذا السائل لماذا؟ لأن طبعاً بعد مرور ساعة حمايته تقل خصوصاً لو نزلنا حمام سباحة أو نزلنا البحر النقطة الثانية التي أحب ألفت النظر لها أن هذه الكريمات مهمة جداً للأطفال وفي نفس الوقت يكون مكتوبة على الكريم أو السائل أن هذا مخصص للأطفال النقطة الثانية التي نحب أن نضيفها أن هذه الكريمات الأنواع الكويسة منها تجيب نتائج كويسة لأنواع الرضيئة تجيب مشاكل وتعمل التهابات في الجلد الناس التي عندها الجلد دهني يفضل أنهم يستخدموا سائل أما الناس التي هي البشرة جافة يفضل أنهم يستخدموا كريمات مهم جداً جداً أن ننبّي أن موضوع الشمس والعرق العرق يؤدي إلى مشاكل مثل حم النيل ويؤدي إلى مشاكل في الجلد والتهابات جلدية وتسلخات نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على بشرتنا وعلى جلدنا من هذه التسلخات ومن هذه الأمراض أشكركم جزيلاً شكر أرجو أنكم تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته